أخر مكتوب تكتب عليك أنت معن سيد ربيل لي ما وقد سيديك شيئا هو المالدي دي الهند احنا فرحان بقدر الله والحمد لله احنا يعني مبدئيا الحمد لله بداية كتشافة ونشكر الله سبحانه وتعالى احنا هدرنا تكلمنا فاش تدرت وتصويرها فاش علمتي رسميا علمتي قدم ناس كمين انه هي عندها سرطان وانه وغادي الدوا هي هي اللي علنت هي القوم ديالها وانا قدرت لها ريبوست سوارا درتها مش وشكم واش درتها بالطريقة طبيعية واش نقشتوها واش ديروا هارا ما ديروا هاش انا نقولك الحكاية براية ديالك هند بغات ماشي بغات بدك يتحلها الشعر ومغتسناش شي تح زغبا زغبا مشات قاتل يا انا غادي نمشي نحيدو بيدي باش مبقاش نشوفيك يتح حيث راسي بغيرة سعيب المرأة يتحلها الشعر ويا مريضة فمشات قاتل يا غادي نمشي عند فوتوغراف واحد البنت غتصورني واتبقى عندي هاد الحادث في حياتي الى بقيت عايشة بغيتو يبقى عندي نشوفه فاتطر ما بغيتش نمشي معانا قتلها سيري واحد شوية بدك نفكر عاييت لك ثلاثين قاتل يا انا انا عند المصور قررت نوصل وانا نلحق عليها وما بغيش نشوفك يعني بتانا خايف وشنو غاي وقع ناري موهم بدك تحسن شعرها ويتبل ما دي مشيز عما باتلية اجمل انسانة جات زوين وانا نقول لي احسن من اللي كان قاتل يا درجة ويتقول لها الفوتوغاف قاتل لها جات زوينة واحد البنت تايا فام دوميناش كانت امه قاتل لها جات حموية بدك تتقف راسا موهم ضربت دكلي فوتو ويتقول لي معرفش المصورة اسمي تالي هبطي شي حاجة قاتل يا خود معاشي تصويرا وجيت وانا ديك مقلقة هي وانا واسيتها واجت تكت تصويرا وصور جانال ضربت شي سيمان هذيك تصويرا بحطوطة ويتقول لي يا هند شوف حاتهم ماكرهتش يا كنت غن دير غيفت ضربت طابلو ولكن ماكرهتش نبارتاجها مع الناس حيث أنا غن دا نخرج دابا بالبيريك ودك شي وما جايش معها البيريك نهايك كتبا مريضة بزاف فقاتل يا ما بغاش نخرج بالبيريك وبغيت الناس كلهم يعرفوا نيراني ما عندي الشعر وخنخرج هانيا قلت لا أسافي قصة من بالله لذاك شي لوقع اللي هي قوها بزاف ذاك اللي فعنوا والناس كتبا ويتقول لي السيدة تبدلات ما كانت من نهيزام من عينيها طايحين صافي بدتك تحسب وحد أخرها فرحات وعرفت النس كيبغي واذاك شي وش واللي قوية بزاف وانا ما نهدمش على ذاك تصورها فانت منزلات طوب أخو